اكدت سعادة السيدة هالا رمزي فايز عضو مجلس الشورى النائب الأول لرئيسة مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي اكدت ان النساء البرلمانيات يقدمنا اسهامات فاعلة من خلال ادوارهن في المجلس او في المجالس التشريعية مشيدة بجهدهن لترسيخ التوازن بين الجنسين واعربت عن الفقر والاعتزاز بمسيرة المرأة البحرينية وسجلها الزاخر بالانجازات والنجاحات على جميع الاصعدة مؤكدة ان ذلك يأتي نتاجا لدعم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء الى جانب المتابعة الحثيثة من صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى نساء البرلمانيات الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الخامسة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي من جانبها نوهت سعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيسي مجلس الشورى بما تمتلكه مملكة البحرين من سجل نجاحات وانجازات في صوق وتنفيذ الاستراتيجيات التي ترسخ حقوق المرأة مبينة أن المؤشرات والاحصائيات تؤكد تحقيق الهداف والغايات الطموحة التي تضمن تقدم المرأة البحرينية على جميع المستويات